إذن للاقتراب أكثر من هذا المشهد بتنضم إلينا في الستوديو الأستاذة مونة لطفي الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية مرحبا بكي يعني خلينا نبدأ من هذا المشهد وهذه المتابعة من غرفة العمليات كل ساعة هناك متابعة من مختلف الدول وعلى الهواء مباشرة يعني كيف تقيمين هذا المشهد؟ طبعا أرحب بالسادة المشاهدين في البداية طبعا الهيئة الوطنية الانتخابات عاملة مؤتمر بالتابع آخر المستجدات اللي على تصويت المصريين في الخارج أو الباول بحيث أن هي توقف على أي مشاكل فنية بتعارق المسير مسيري زي عملية تصويت المصريين في الخارج من خلال التواصل مع الصفرات وكنسوليات الموجودة في 121 دولة اللي عددهم تقريبا 137 كونسولية وصفرة بحيث أن هي تقدر توصل لأي حلول سريعة في حالة وجود مشاكل فنية طبعا المؤتمر اللي اسمعنات على الهيئة الوطنية الانتخابية طبعا أصفر عن عدة مؤشرات كده مبدئية أن في البداية ما فيش أي مشاكل فنية تم حصرها حتى الآن دلوقتي من خلال منزل دات يعني عملية التصويت تاني نقطة كان فيه برضو التأكيد على نقطة أن حتى لو بطاقة رقم الكامي منتوهية هي فيه إمكانية أن أنت تدلي بصوتك مدام أنت ليك إسمك موجود في قاعدة النخبين النقطة اللي بعد كده تطرقوا برضو أن فيه متابعة دورية عشان يصر على المواطنين عملية التصويت عشان نخلي كل المواطنين في الخارج أن هم يشاركوا في عملية التصويت برضو في نهاية المؤتمر أصفر أن كل اللجان المية واحد وثلاثين لجنة 137 لجنة تم فتحها النهاردة وتم مباشرة العملية التصويتية بشكل كامل حتى الآن تم غلق 29 مقر ومازال 108 مقر قائم بالعمل في الإدلاق بالصوت نظر الاختلاف التوقيت نظر الاختلاف التوقيتات الزمنية بس سناء جنوب السودان نتيجة أن فيه حظرة الجوال فاللجنة بيتم غلقها الساعة 6 وبالتالي كل المقرات النهاردة في اليوم الأول كانت متواجدة ومفتوحة للمصريين في الخارج أن هم يدلب أصواتهم بشكل صحيح وكامل التأسير